مرحب بيكو مرة تانية أهلا بيكو كل مشاهدينا دلوقتي هنتكلم عن يعني مضمار جديد في العلم طبعا كلنا سمعنا عن النانو تكنولوجي ومع بداية القرن الـ 21 لدينا زي ما بنقول كده يعني ساحة كبيرة جدا بتتنافس فيها كل الدول في الحصول على أعلى مراتب في أو يعني آخر ما توصل إليه العلم يعني إحنا عندنا استخدامات كثيرة جدا كلها متعلقة بالتكنولوجيا متعلقة بالعلوم ورا وفدها المختلفة ويمكن آخرها أو آخر حاجة إحنا سمعنا عنها واستمعنا إن النانو تكنولوجي ده بيدخل في حاجات كثيرة جدا ما هو في الغذاء ما هو أيضا كمان في الإنتاج زيارة إنتاج المحاصيل الزراعية وأيضا كمان يعني ما هو متعلق بكفاءة تربية الحيوانات كيف إن ممكن يبع عندي مجموعة من الماشية أحصل على كميات أكبر من اللبن من الأنسجة أو اللحوم يعني تطبيقات مختلفة جدا بيدخل فيها النانو تكنولوجي يا ترى إحنا في مصر دلوقتي قد إيه بنعتمد على هذا التطبيق الجديد أو الحديث قد إيه قدرنا نستفيد منه بطريقة تخلينا ندخل بقى في ضمار هذه المنافسة وإذا كنا مش محققين هذا القدر الكافي من الاستفادة العظمى من النانو تكنولوجي ما هو المطلوب وما هي معوقات يعني هذا الاستخدام الجيد أو الاستخدام الأمثل ده طبعا كل دي هذه الأمور هنكلم فيها مع ضفنا الدكتور أحمد سليمان أستاذ تغذية الحيوان معهد بحوث الإنتاج الحيواني برحب بيك يا دكتور سهلا بيك يا فاندي وشرفنا يا فاندي سهلا بيك يا فاندي سهلا بيك يا فاندي كلنا بنسمع عن النانو تكنولوجي وإحنا عارفين إن ده حاجة عظيمة جدا لكن تعريف المصطلح في حد ذاته طبعا ما نقدرش إن إحنا حتى نفهمها لوحدنا إلا إذا كنا متخصصين فلو أنا عايزة أواعي المشاهد دلوقتي اللي بيتفرج علينا دلوقتي أدي له مصطلح أو تعريف بسيط لهذا المصطلح المركب ممكن أقول إيه يا دكتور باختصار شديد جدا بسم الله الرحمن الرحيم أقول للمشاهد لفظ النانو تكنولوجي هو عبارة عن جثيمات أو جزيئات أي مادة بتتراوح الأطوال بتاعتها واحد على مليار من المتر باختصار شديد جدا المادة الأصلية سواء كانت كالسيوم أو بوتاسيوم أو حديد أو نحاس يعني ما حولها بطرق تكنولوجية معينة بيقوم بيها ناس متخصصين في هذا المجال وهو مجال علم المواد عشان يحولها للنانو تكنولوجي يحولها لمادة ذات جزيئات صغيرة جدا يجب أنه يعرف أن المادة الأصلية تحولت إلى مادة أخرى لها خصائص طبيعية وكيميائية مختلفة تماما عن المادة الأم حتى الاستخدام برضو مختلف تماما بمعنى آخر يعني مثلا لو أنا عندي عنصر زي عنصر الحديد عنصر الحديد أنا بضيفه في العلاي البريمكسات اللي هي مخلوط الأملاح المعدنية اللي احنا بنضيفه للحيوانات بصفة عامة سواء كانت حيوانات كبيرة أو صغيرة بنضيفه بنسبة معينة لو الأناصر دي اتحطت في الصورة بدل ما هي الصورة التقليدية لكابرتات حديدوز أعمله كابرتات حديدوز بس الصورة نانو هيبقى الفايدة بتاعته أكتر من الصورة التقليدية بالإضافة إلى ذلك أنه هو يخلي الإتاحة بتاعت هذا العنصر وهو عنصر الحديد أو كابرتات الحديدوز أعلى من الحالة التقليدية بالإضافة إلى ذلك أنه بيشجع جميع المواد اللي دخلت في العملية بتاعت الهضم إلى أنها تمتص تماما في القناة الهضمية وبالتالي أنا أرفع من قيمة هذه المدخلات وبالتالي يبقى ده المردود الناتج أو اللي هو داخل في جيب المزارع سواء كان في صورة نمو أو لبن أو بيض أو ما شابه ذلك هيبقى نوع من التعظيم لهذه المدخلات دي حاجة الحاجة التانية أنه بيوفر علي استخدام المضادات الحيوية وإحنا عارفين المضادات الحيوية إحنا حتى في مجال الدواجل في مصر مسرفين جدا في استخدامها وبالتالي بيبقى لها متبقيات داخل جسم الطائر يما ليس إحنا نتناولها بيبقى لها تأثير سيء وجانبي على صحة المستهلك لهذه الدواجل أما إذا تواجدت هذه المواد في صورة النانو فإنه أنا ممكن أستغنى تماما عن المضادات الحيوية واستخدم الأناصر المعدنية اللي هي في الصورة النانو هتقوم بنفس الدور اللي بتقوم به المضادات الحيوية بتقتل جميع الميكروبات المرضية ده ميزة ولكن دون متبقيات دون حدوث يعني دون متبقيات ده حيث أن أنا المادة بتاعتي أما يجا دور عليها في جسم الطائر أو في جسم الحيوان أو النبل الناتج مش هلاقي فيها أي أثر لأنها موجودة في صورة جزيئات صغيرة جدا وبتدخل في العملية الإنتاجية وبتخرج ما فيش أي مشاكل منها وما قدرش تشوفها نعم إذن لو جينا تكلمنا عن تطبيق النانو بقى دكتور أحمد هو تطبيق لكل مجال مش بس في المجال بتاعنا يعني إذا كنا هنتكلم بقى بعد كده عن تفاصيل فيما هو متعلق بالإنتاج الزراعي أو الحيواني مش بس في ده ده أنا ممكن أخذه في أمور ليه علاقة أو أمور دوائية أو علاجية أو صحية بعد كده ممكن نستخدمها في حاجات تانية بقى ليه علاقة بقى بتفصيلات بعيدة بقى عن الأكل والشرب بقى مش كده أعتقد إنها زي ما تقول كده حضرتك قماشة واسعة لتطبيقات متعددة يمكن لم يكتشف أو لم تستغل إلى الآن لكن عندنا مساحة كبيرة لاستخدام تطبيق النانو في أي مجال نصداقة لكلام حضرتك لم يستخدم في مجال النانو تكنولوجي جسيمات النانو إلا بنسبة صغيرة جدا يعني اللي تم إجراءه في المعامل اللي نزل منه في السوق تقريبا أقل من العشر يعني اللي تم تجربته داخل المعامل وتم إجازته اللي نزل منه في السوق من ناحية تطبيقية تقريبا ما يجيش العشر اللي هو النتائج اللي أجيزت وتم التصريح باستخدامه علاو على ذلك أن هذه التقنية أرجو ألا يعتبرها البعض أنها نوع من أنواع الرفاهية وأنها تقنية الأغنياء بالعكس هي تقنية الفقراء إلى جانب الأغنياء جنبا إلى جنب بمعنى أنه ممكن إنسان ما عندهش تلاقة عندهش تلاقة أو ممكن إنسان قاعد في صحرة أنا عندي 2 كيلو سمك أو 3 سمك أو 3 كيلو سمك أو عندي أكل وما عنديش تلاقة ممكن أستخدم كيس بلاستيك هذا الكيس يدخل فيه تركيبه نانو سيلفر نانو فضة أحطه فيه الأكل وأقفله ممكن الكيس ده يحفظه على الأكل بنفس درجة الحرارة ونفس المواصفات لمدة 3 أو 4 أيام دون أن يتطرق عليه أي عفن أو أي فساد أو أي يعني فساد ميكروبي أو بيولوجيا أو ما شابه ذلك تظل محتويات الكيس كما هي من أول ما أنا حطيتها لغاية ما أنا بدأت تستهلك بتحتفظ حتى بنفس درجة الحرارة ما فيش أي مشكلة إذا ده شيء من وراء العقل ده يا دكتور أحمد دي واحدة هذه تفسيرات غريبة جدا دي واحدة نعم الشيء التاني ليه؟ لأنه باختصار شديد جدا أنه جزيمات النانو سيلفر أو النانو فضة اللي موجودة بتقدر تقتل الكائنات الحية الدقيقة سواء كانت جرسيم فطر أو بكتيريا اللي هي داخل الكيس وبالتالي يبقى لا يتطرق الفساد تماما إلى الأكل اللي موجود جواه الراجل الغني برضو ازداد نوع من الرفاهية بدأت تنزل تلاجات دلوقتي داخلت مصر هنا موجودة من الخارج مغلفة بمادة النانو والنانو الجديد هو النانو تيتينيوم ونفس الشيء برضو مغلفة من الداخل فيه جزء مغلف بالنانو تيتينيوم وجزء مغلف بالنانو سيلفر الاتنين موجودين من الداخل وممكن أنا أحط طبيخ أو أحط بطيخة أفتحها المصين كده أحطها جوه ممكن لمدة شهر ما حصلش أي تغيير لا في الطبيعة بتاعة الأكل تيكتشر بتاعته بحيث أنه ظل زي ماهو وكمان الطعم بتاعته ما حصلش فيه أي حموضة ولا أي تغيير بالفساد ده شيء برضو يخص الرجل الغني بالإضافة إلى ذلك الرجل اللي هو جنبه ترعة بتاعة مية ممكن يقدر يستخدم نوع من النواع الجردل البلاستيك قاع الجردل أو الجيركن بيحتوي على مادة النانو ويعبيه من المية اللي هي موجودة في الترعة اللي هي المصدر الوحيد للمية اللي عنده وبعدين يسيبه لمدة نصف ساعة وبعد كده يحصل نوع من الترويق وفي نفس الوقت قتل جميع المسببات المرضية يستطيع أن يشربها بأكاد بالإضافة إلى ذلك لو فيه عناصر معدنية تقيلة بيحصلها نوع من الترسيب ينقل المية اللي هي الموجودة دي اللي بعد نصف ساعة دي اللي رأيت وينقلها في جيركن تاني أو في أزايز تانية ويبدأ يستخدمها في الشرب بدون أي مشاكل ده إحنا كده العلم بياخد منحة مختلف يعني بظهور النانو واستخداماته أنا عندي دلوقتي ممكن الدنيا كلها في سنوات قليلة هتتغير تماما والاستخدامات كل يوم بنكتشف الجديد أكيد طيب إحنا عايزين نعرف مصر بإمتى بدأت بالفعل إنها تدخل في هذا المجال يعني بقالنا كم سنة تقريبا دلوقتي يا دكتور عبد إحنا حتى الآن ما زلنا في طور التجريب بمعنى إن إحنا بننتج كميات صغيرة من النانو ماتيريالس بننتجها في معامل متخصصة وبكميات تكفي لبحث وقال لما يعني نجد إنه في حد بينتج كميات تستخدم للإنتاج التجاري وإن كانت يمكن دخل حتى الآن مجموعة من العناصر أو المركبات اللي هي بتحتوي على النانو بارتكلس أو النانو ماتيريالس دخلت بالفعل وأعتقد إنه في منها عنصر الكالسيوم كأحد عناصر النانو النانو كالسيوم ودخل متحمل على أو كمصدر بتاعه اللي هو الزيولايت والزيولايت ده معروف إنه ده نوع من أنواع الطين المعدني أعتقد يكسر في دولة حد شفيت تقريبا وده من أنقى أنواع الطين المعدني وبيستخدموه هو أصلا كمنظم لداخل كرش الحيوانات اللي هي المقترة بالإضافة إلى ذلك إنه بيستخدموه مصدر للكالسيوم ومصدر للأملاح المعدنية الحقيقة الزيولايت يحولوه إلى الصورة النانو وجدوا إنه الكالسيوم اللي موجود جواه إحنا عارفين الكالسيوم في الأمور الطبيعية تقريبا الإتاحة بتاعته أو المتاح من الكالسيوم اللي فيه خمسة في المية يعني مهما أنا حطيت كالسيوم في الأكل أو العليقة بتاعت الحيوان المتاح فيه بالنسبة للحيوان اللي بيقدر يستفيد به خمسة في المية لو أنا حولت الكالسيوم اللي موجود في الزيولايت هيبقى الأفيلابيلة بتاعته أو الكفاءة بتاعته أو الإتاحة بتاعته تبقى 100% تقريبا يعني معناها كل ما الجسم الحيوان يحتاج من الكالسيوم يسحب من الطين المعدني اللي هو متحول لصورة النانو يبقى أنا بدل ما أنا أحط كميات كبيرة في الحالة دي ممكن أحط كميات صغيرة جدا 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 من الزيولايت يعني مثلا بدل ما أنا أحط كالسيوم في الصورة حجر جيري 2% في العليقة بتاعتي لا أنا ممكن أحط 3 من 10% طبعا ده يبقى رقم اقتصادي للا إنه كل الكالسيوم اللي موجود فيه متاح مصلابت يقدر يستفيد منه بنسبة 100% بالإضافة إلى ذلك جميع العناصر المعدنية اللي موجودة على الطين المعدني برضو لها نفس الإتاحة 100% أيا كانت هذه العناصر يبقى برضو استفادة متعددة الأوجه وليست الفكرة أن أنا هستفيد من الكالسيوم فقط إنما بالعكس أنا هستفيد من كل العناصر المعدنية نعم طب لو جينا تكلمنا بقى على أبعاد أخرى التحسين الهراسي أنا عندي في الحيوانات مثلا عندي هنا ميزة نسبية في هذا الحيوان وعايزة يعني أعظمها أو أضعيفها هل ممكن أستخدم أيضا كمان تطبيقات النانو في إننا أخلي مثلا الحيوان ده يربي لحم أكتر يعني أو الميزات النسبية بقى حدثك عارف ده بدأنا نعمل ده يا دكتور الحقيقة يمكن موجود في بعض الدول المتقدمة وبقول للأسف يشارك في هذه الدول المتقدمة علماء مصريين ده أنا بقولها للأسف في مجالة علمية دكتور أحمد يعني اتفرقت كده على مجموعة من الحيوانات ومقارنتها بحيوانات من دول العالم هنا المشاركة تأتي في إيه أنا شفت يعني عملاقة في الحيوانات أنا ما صدقتش هذا الكم من العضلات فإيه ده يعني ده إيه هي ده نوع من أنواع نقل الجينات يعني أنا بنق الجينات أو عوامل وراثية موجودة على الكرومزومات أو على الفردتين بتاع الكروماتيد يبقى موجود فيه مواقع وراثية هذه المواقع الوراثية هي المسؤولة في بعضها عن حجم العضلات العضلة نفسها اللي موجودة داخل العجل الجينات دي كل ما تكررت وزادت تكرار بتاعها أو العدد بتاعها كل ما كانت الصفة أعمق بمعنى كانت حجم العضلة أكبر وبالتالي أنا عشان أنقل هذه الجينات من حيوان إلى آخر لها تقنيات معينة اللي هي بتاعة البايو تكنولوجي أو نظام الجيناتك انجينيرينج اللي احنا بنسميه نظام الهندسة الوراثية فكرة النانو تكنولوجي أو تطبيقات النانو تكنولوجي بتسهل من عملية انتقال أو نقل هذه الجينات من كروموزوم إلى الكروموزوم آخر أو من حيوان يحمل هذه الصفات إلى حيوان آخر متأقلم عندي يعني يمكن الحيوان اللي موجود عفواً بره لا يستطيع العيش داخل ظروفي أنا المصرية هنا قد يكون هو عيش في ظروف بردة لو جبت هذا الحيوان تحت ظروف مصر ممكن يموت أو يعاني من احتباس حراري أو جهد حراري يعاني من مجهود حراري يبقى وقع عليه هي تسترس فبالتالي علشان أتى حاشى هذه المسألة أنا أجيب حيوان متأقلم تحت ظروفي هنا وانقله هذه الجينات من حيوان الأجنبي ده إلى الحيوان المحل اللي عندي عملية نقل هذه الجينات باستخدام النانو تكنولوجي هتبقى أسهل جدا من أني أنا أنقلها بالطرق التقليدية وبالتالي بالعكس ده هتبقى كمان أرخص وأسرع وأدق من الطرق التقليدية وأنا واثق أنه لو تضافرت الجهود وزي ما قلت قابل كده لو إحنا بنشتغل كلنا كمنظومة واحدة وفي مكان واحد ومركز بحوش واحد هنستطيع أن نحن نحقق المستحيل نعم أي أن كان هننق ميا هنعمل أعلاف جديدة بمنظومة جديدة تماما هنعمل بريمكسات وفيتامينات جديدة برضو داخل فيها منظام النانو تكنولوجي هنعرف الرائب المزارع بتاعتنا من بئيد وإحنا عادل في بيوتنا وندير المزارع بتاعتنا بطريقة جميلة جدا هنزود الإنتاج بتاعتنا سواء إن كان بيض أو لحم أو لبن برضو بإضافات بتاعت النانو تكنولوجي ونضيفها في العلاية نقدر نخلي الحظائر بتاعت الحيوانات بتاعتنا مضيفة جدا وما فيش أي حشرات طائرة أو زاحفة أو قوارض أو طفيليات خارجية أو داخلية تعتدي على حيوانات بتاعتنا يعني نقدر نخلي حيواناتنا في حالة هايجين باستخدام برضو النانو تكنولوجي طب أنا برضو يعني الكلام حكي بتقوله ده هايل جدا بس مش متصورين ودكتور أحمد يعني إزاي أنا هرائي بالمزارع بتاعتنا هرائي بها إزاي باستخدام النانو تكنولوجي وهرائي بإيه في المزارع يعني أنا حابقى مركزها على إيه وهو هيفدني في إيه في هذه الجزئية دكتور أحمد لو شرحنا ده أنا محتاجة يعني أفهم الجزئية دي برضا الحياة أعتقد في الصين أعتقد هي عملة أول فكرة اللي هي إنهنا عامل حاجة اسمها الكوبل جرس بعلقه للحيوان ما يجيش حجمه في حجم الفلاشة الصغيرة اللي هي عقلة أصبع وبعلقها في صورة طوق في رائبة الحيوان كل العمليات اليومية اللي هي بتتم من الصباح حتى نهاية اليوم في الحيوان بتبقى يعني مسجلة على الفلاشة دي الحيوان من أول الصبح عفوا من أول ما يبدأ يتناول وجبة الفطار الصبح بتبقى متسجلة هو أكل قد إيه وبعدين شرب قد إيه مية بيتحرك في الحظيرة قد إيه راح ناحية السلك الخارجي ولا لأ الحيوان بترائب بنظام الساتيلايت يعني الشريحة دي تقدر تبقى على اتصال مباشر بالساتيلايت وبالتالي الساتيلايت أنا بسجل المزرعة بتاعتي بقدر أرائبها من خلال نظام جي بي اس ونظام الأمر صناعي وأنا قاعد في البيت بشوف الكمبيوتر بقدر أشوف البقرة دي راحت ناحية السلك وراحت يمين وشمال وكالة وما كلتش واعدت في مكان منعازل أعرف أن المكان ده الحيوان ده مريض أتصل بالطبيب البيتر بتاع المزرعة أقول له الحيوان رقم كذا أنا شايفه ما بيكلش دناين في المكان الفلاني شوفه ربما يكون بيعاني من مشكلة معينة مرضية أو ما شابه ذلك دي واحد بسيطرة كاملة صحيح حتى كميات الحليب برضو بتبقى متسجلة بحيث أنه لو حصل الخفاض لا قدر الله في كمية الحليب اليومي أنا برضو أقدر أقول للحيوان ده خفاض الحليب ده معناه إيه هل هو نتيجة أنه ما أكلش هل في حالة مرضية هل ارتفعت درجة الحرارة بتاعته هل محتاج يعني عفوا هل في حالة شبق محتاج يعني توقيح هل الحيوان ده محتاج أنه عايز يولد يعني داخل على عمليات ولادة أنبه الطبيب البيترى هذا الحيوان قاعد في مكان برضو منعازل قد يكون للعنزال ده سببه أنه بدأ يرؤد لأنه داخل على حالة ولادة يعزله في مكان كده بعيد شوية طبعا عمليات المراقبة دي والرعاية دي مهمة جدا 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 يلعب النانو تكنولوجي دور هام جدا في المراقبة الحيوانات وخصوصا لما يكون عندي مزرعة كبيرة جدا وحجمها كبير جدا وتعجز العمالة اللي موجودة عندي إنها تقدر ترائب هذا الكم من الحيوانات طيب فيما هو يخص بعملية تنظيف المكان ذات نفسه كيف تستطيع هذه الألية إنها تعمل هذا الجزء إزاي دا يا دكتور عبد يعني حالتك بتقول لنا معلومات الحقيقة يعني ده أنا شايفة ثورة علمية بتحصل نعم إحنا دلوقتي بنشهد هذه الثورة نعم وبرضو ده يخليني أب أنا مهمومة أنا عايزة إمتى هذا الزحف من التقدم العلمي أنا في مصر أب أنا مستفيدة منه الاستفادة الكبيرة بقى يعني إحنا إحنا فين من كل دا يا دكتور عبد إحنا نقدر نشارك هذا الزحف في مصر هنا إذا تضافرت الجهود وحسمت النواية وبقول مش فكرة حسرة النواية وبس لا إذا كان عندنا النية بجد إنه إحنا نخدم هذا البلد نبدأ من الآن نبدأ من ساعة فاتت إنه إحنا نبدأ نشتغل على إنه إحنا زي ما بقول لحضرتك على سبيل المثال للحصر مستحضرات النانو بنحضرها هنا في مصر وأسهل حاجة مستحضرات النانو سيليكة ودي بتستخدم على نطاق واسع جدا يعني أنا ممكن أستخدمها في كإضافة غزائية بالإضافة إلى ذلك إنه يما تضاف إليها بعض المواد السهلة جدا عشان تدوبها أو تدوب معاها لو أنا أرش بيها الحظيرة بتاعتي يستحيل إنه أي زباب أو أي حشرات طائرة أو أي حشرات زاحفة إنها تدخل الحظيرة لإنه أي حشرة تدخل هبص ألاقي المستحضر اللي هو في صورة السيليكة ده جاء على الجسم الطائر وبدأ يعمله يعني زي الدبابيس يبدأ يخرم جسم الطائر إذا تخرم جسم الطائر فتحة واثنين وثلاثة واربعة وخشرة وعشرين معناها إنه هو إيه بدأت الحشرة يخرج السائل بتاعها إذا خرج السائل بتاعها تبدأ تجف وتموت أنا قضيت عليها دون ما استخدام مبيدات لها أثر جانبي ولا بستخدم مواد إليها ريحة طردة ممكن عفوا العامل يعني هيتدايق منها أو الحيوان ممكن برضه تأثر بالريحة دي ولو أنا بحلب لبن من الحيوان ده اللبن هيتأثر بالمبيدات دي لكن أنا عندي مركب سيليكا لا رائحة له ولا طعم له ولا أي حاجة ده بالعكس ده هو عبارة عن مستحضر متعدد يما يكون في صورة النانو متعدد لاستخدام حتى إنه العليقة لقدر الله لو فيها جزء من الشموم الفطرية أو البكترية تقدر هي ترتبط بهذه الشموم وتخرج بها بخارج الجسم دون أن تمتص داخل الجسم وما بقاش لها أي أثر جانبي قالية مبهرة جدا يا دكتور أحمد لكن طبعا آخر سؤال لحضرتك هو إن هذا القدر من التقدم وهذا الشيء المبهر جدا ويعني المطمئن يعني بيخلين نحس إن المستقبل أفضل والعلم حينقلنا لمراحل أكتر تحديثا وأكتر تطورا يعني ولكن كل ده مش له فطورة يعني هل ده هيبقى مكلف يعني حتى كمان يعني إحنا عايزين ندخل في ده بشكل أكبر وبشكل أوسع لكن ده هيكلفنا كتير يعني هذه الأنواع من التطبيقات المختلفة في المجالات مختلفة جدا النانو في حد ذاته كيف تكون فطورة لاستخدام النانو حضرتك كان في الماضي كنا بنتكلم على موبايل هذا الموبايل كان تمنه مكلف الخط كان تمنه ألفين جنيه وبدأ ينزل لحد ما الخط دلوقتي بيقولوا إنه أديك عليه مية جنيه واشتريه بثنين جنيه ونص واشتريه بثلاثة جنيه ماكسمون عشر جنيه وعليه عدد من المكالمات أكتر من ثمن وعشر أضعاف عشان خاطر أنا أستخدمه هيجي الوقت مع استخدامات النانو ومع فتح السوق هابصت ألاقي عفوا والواحد فينا وهو خارج من السوبر ماركت يقول له لو سمحت مفيش فكة خد معاك الشاشة دي تفرج عليها في البيت شاشة في سمك الورقة اللي مسكها في إيدي ممكن أشوف فيها على الوجه ده أشوف برنامج وعلى الوجه الآخر هشوف برنامج آخر ده لفيس سكرين يعني شاشة ذات وجهين بسمك الورقة اللي قدامي وعليها بيزاع عليها اتنين برنامج وبعدين عفوا يعني أنا مش شايف قدامي مصدر طاقة ولا السورس بتاع مش عارف هيخذنا النانو على فين يا دكتور أحمد مستقبل هي ثورة واعد وسورة نعم ثورة يعني إما أن نتماشى مع هذه الثورة ونبقى بجد صادقين مع نفسنا أنه نمشي معاها أو أنه الثورة دي تنفضنا وتاخد بعضها وتجري وتروح مكان تاني وتاخد جاهز بالضبط تاخد جاهز لأنه يقفز معاها هذه القفزات الرائعة فحتى لا نبق بالخسران علينا أن نتمسك بمبدأ أننا إحنا بننتجها يا فهندب أشكر حدث فلماذا لا نظل أننا متمسكين بمبدأنا أننا نشتغل ونطبقها وما نخافش منها وما نقولش ده دي بتاع الدول المتقدمة وإحنا دولة مش عارف إين وين وين وبعدين جملة ملهاش محل بالضبط ملهاش محل لأبدا لا في عقلنا ولا في مستقبلنا ولا في تخططنا للمستقبل بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سليمان أستاذ تغسية الحيوان معها البحوث على إنتاج الحيواني شكرا يا دكتور نورتنا وشرفتنا ونورت عقلنا ونورت أيضا كمان أملنا في مستقبل قادم ينعم بالنانو تكنولوجي بكل ما لديه من تطبيقات في كل حاجة في حياتنا هيبقى فيها النانو تكنولوجي مشاهدينا بعد الفاصل إن شاء الله إحنا دلوقتي نتكلمنا عن حلم وتطبيقه كواقع لكن بعد الفاصل هنتكلم عن الحلم فقط كيف نفسر أحلامنا كيف نرتبط روحانيا بما ربنا يدهننا من معلومات عن طريق حلم وهل الحلم ده فعلا صحيح شيء حيكله وجوده على الأرض الواقع ولا هي مجرد حديث نفس أنا عارفة دي نقلة كبيرة قوي من علم وصروح علمية رهيبة إلى حلم وخيال وما إلى ذلك لكن أنتو مدعوين معنا مشاهدينا الكرام علشان تشوفوا معنا هذه النقلة واضفتنا الأستاذة هدى بعد الفاصل اشتركوا في القناة